السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الثاني التكيف وتنوع الكائنات الحية من الوحدة الثالثة التنوع والتكيف في الكائنات الحية من منهج العلوم للصف الاول الاعدادي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب التكيف ازبابه وانواعه يبقى اول حاجة نعرفها ايه هو التكيف ايه هو ازبابه وانواعه اول حاجة التكيف تعدد البيئات التي تعيش فيها الكائنات الحية من اهم ازباب تنوعها حتى تتلاءم مع التغيرات البيئية يبقى عندنا تعدد البيئات اللي بتعيش فيها الكائنات الحية دي أهم أسباب تنوع الكائنات الحية ليه؟ قال لك حتى تتلائم مع التغيرات البيئية زي التغيرات البيئية دي تغير المناخ تنوع الغزاء توافر الماء يبقى تعرض البيئات اللي بتعيش فيها الكائنات الحية من أهم أسباب تنوع الكائنات الحية حتى تتلائم مع التغيرات البيئية زي تغير المناخ تنوع الغزاء توافر الماء من أمسة ملأمة بعض الكائنات لبيئة المعيشة ما يلم هنا عندنا تنتهي قدم الجمل بخف مفلطح وسميك لكي يتمكن من المشع على رمال الصحراء الساخنة وعدم الغوص فيها يبقى نلاقي قدم الجمل تنتهي بخف مفلطح وسميك إيه وظيفة الخف المفلطح السميك ده؟ قال لك لكي يتمكن من المشع على رمال الصحراء الساخنة وعدم الغوص فيها هنا يقول لنا علل تنتهي قدم الجمل بخف مفلطح وسميك لكي يتمكن من المشع على رمال الصحراء الساخنة وعدم الغوص فيها الثاني حاجة عندنا تنتهي قدم الحصان بحافر قوي لكي يتمكن من الجار على التربة الصخرية مما سبق نستنتج أن اختلاف تركيب القدم في كل من الجمل والحصان يلائم طريقة الحركة وظروف البيئة اللي يعيش فيها كل منهما يبقى اختلاف تركيب القدم في كل من الجمل والحصان الاختلاف ده بيلائم طريقة الحركة وظروف البيئة اللي بيعيش فيها كل منهما يعرف ذلك بالتكيف ده اسمه التكيف طيب ايه هو تعريف التكيف التكيف هو تحور في سلوك الكائن الحي او تركيب جسمه او الوظائف الحيوية الاعضاؤه يبقى التكيف تحور في سلوك الكائن الحي يبقى التكيف عبارة عن تحور تحور في تحور في سلوك الكائن الحي تركيب جسمه الوظائف الحيوية الاعضاؤه طيب ليه التحور ده جالك ليصبح اكثر ملاءمة مع ظروف البيئة التي يعيش فيها ليصبح ايه اكثر ملاءمة مع ظروف البيئة التي يعيش فيها يبقى نقوله التعريف تاني التكيف تعريفه تحور في سلوك الكائن الحي او تركيب جسمه او الوظائف الحيوية الاعضاؤه ليصبح اكثر ملاءمة مع ظروف البيئة التي يعيش فيها هنا يقولنا ماذا يحدث عنده حدوث تبادل بين اقدام كل من الجمل والحصان لو حصل تبادل بين اقدام كل من الجمل والحصان ايه لا يحصل بيقولك هنا تغوص اقدام الجمل في الرمال الجمل بيعيش في الصحراء فلو بيقول لو حصل تبادل بين اقدام كل من الجمل والحصان يعني بدلا ما فيه خوف بيقى فيه حافر في اقدام الجمل يحصل تغوص اقدام الجمل في الرمال ويصعب جاري الحصان على التربة الصخرية ليه القدم بتاعته تنتهي بخف عريض وسميك فيحصل يصعب جري الحصان على التربة الصخرية لما يقول لنا ماذا يحدث عند حدوث تبادل بين أقدام كل من الجمل والحصان تغوص أقدام الجمل في الرمال ويصعب جري الحصان على التربة الصخرية ملحوظة يعتبر الجمل واحد من أكثر الحيوانات تكيفا للعيش في الصحراء ومثالا لكل أنواع التكيف التي ساعدته على العيش في الصحراء بكل ظروفها القاسية يبقى الجمل واحد من أكثر الحيوانات تكيفا للعيش في الصحراء ويعد مثالا لكل أنواع التكيف التي ساعدته على العيش في الصحراء بكل ظروفها القاسية لذلك يطمق على الجمل سفينة الصحراء فيقول لك علل يطلق على الجمل سفينة الصحراء لأنه من أقصر الحيوانات تكيفا مع ظروف البيئة الصحراوية لأنه من أقصر الحيوانات تكيفا مع ظروف البيئة الصحراوية طب بعد كده هنا عندنا بيقولك أن الكائنات الحية التي لم تستطيع التكيف مع التغيرات البيئية تنتهي حياتها بالموت وتتعرض للانقراض مثل ما حدث مع الضينصورات لبالكائنات الحية التي لم تستطيع التكيف مع التغيرات البيئية بيحصل لها تنتهي حياتها بالموت وتتعرض للانقراض الكلام ده حصل مع مين؟ الكلام ده حصل مع الضينصورات مثل ما حدث مع الضينصورات أنواع التكيف للتكيف سلاسة أنواع هي تكيف تركيبة أو نقولها لتشريحة تكيف وظيفة تكيف سلوكة أول حاجة عندنا التكيف التركيبة أو التشريحة تعريفه تحور في تركيب أحد أجزاء جسم الكائن الحي الخارجية لك ليتلاء مع ظروف البيئة التي يعيش فيها يبقى تعريف التكيف التركيبة هو تحور تحور في تركيب أحد أجزاء جسم الكائن الحي الخارجية ليتلاء مع ظروف البيئة التي يعيش فيها من أمسية التكيف التركيبة تركيب قدم الجمل وتركيب قدم الحصان هنا يجيب لك صورة قدم الحصان بعد كده النوع الثاني من التكيف هو التكيف الوظيفة إيه هو تعريفه؟ تحور في بعض أعضاء وأنسجة جسم الكائن الحي لتصبح قادرة على أداء وظائف معينة يبقى تعريف التكيف الوظيفة من اسمه تحور في بعض أعضاء وأنسجة جسم الكائن الحي ليه؟ قال لك لتصبح قادرة على أداء وظائف معينة مثال لها إفراز العرق في الإنسان عند ارتفاع درجة الحرارة وإفراز السم في بعض السعابين يبقى عندنا إفراز العرق في الإنسان عند ارتفاع درجة الحرارة ده نوع من أنواع التكيف الوظيفة إفراز السم في بعض السعابين برضو نوع من أنواع التكيف الوظيفة النوع التالت تكيف سلوكي تعريفه قال لك تحور في سلوك الكائن الحي في أوقات محددة من اليوم أو السنة يبقى التكيف السلوكي ده يحدث في سلوك الكائن الحي يبقى تحور في سلوك الكائن الحي في أوقات محددة من اليوم أو السنة مثال لها هجرة الطيور في أوقات محددة من السنة يبقى هجرة الطيور في أوقات محددة من السنة ده نوع من أنواع التكيف السلوكي نشاط معظم الطيور نهارا ونشاط الخفافيش ليلا برضو نوع من أنواع التكيف السلوكي يبقى نشاط معظم الطيور نهارا ونشاط الخفافيش ليلا ده تكيف سلوكي هنا أجيب لك سؤال حدد نوع التكيف في كل مما يأتي واحد هجرة الطيور من مكان لآخر ده نوع التكيف سلوكي نكتب هنا سلوكي إفراز اللعاب عند رؤية طعام شهي نوع التكيف وظيفي نكتب هنا وظيفي رقم جيم استطالة عظام اليد والأصابع في القروض نوع التكيف تركيبي نكتب هنا تركيبي أذباب التكيف أهم أذباب التكيف في الحيوانات أول سبب عندنا تأمين الحصول على الغذاء يبقى الحيوانات ليه بتتكيف؟ قال لك لتأمين الحصول على الغذاء السبب الثاني الهروب من الأعداء أهم سبب ملاءمة ظروف البيئة يبقى أسباب التكيف ثلاثة تأمين الحصول على الغذاء الهروب من الأعداء وملاءمة ظروف البيئة فيما يلي سوف نستعرض بعض طرق التكيف مع الظروف البيئية المختلفة فهنا عندنا بعض طرق التكيف أولا التكيف وتنوع الحركة الكلام ده فين؟ في السديات إبقى التكيف وتنوع الحركة في السديات ثانيا التكيف وطبيعة الغذاء في الطيور والنباتات المفترسة إبقى التكيف وطبيعة الغذاء فين؟ في الطيور والنباتات المفترسة ثالثا التكيف وبيئة المعيشة مثال لها البيات الشتوي الخمول الصيفي هجرة الطيور المماتنة التكيف والحركة التكيف وطبيعة الغذاء أولا التكيف وتنوع الحركة في السديات تتنوع طرق الحركة في السديات فمنها العوم الطيران العدو الهجري والتسلق يبعين ديك أربع طرق من طرق الحركة في السديات العوم الطيران العدو التسلق على الرغم من أن أطراف السديات تتركب من نفس العظام فإن هذه الأطراف قد تحورت إلى أشكال مختلفة يبعين عرفنا أن أطراف السديات تتركب من نفس العظام الأطراف دي تحورت إلى أشكال مختلفة علل لتتلاءم مع طريقة حركتها وظروف البيئة السائدة لتتلاءم مع طريقة حركتها وظروف البيئة السائدة هنا جبنا جدول السديات مظهر شكل التكيف وصدي صورة توضيحية هنا عندينا الحوت وكلب البحر والدولفن الحوت وكلب البحر والدولفن مظهر شكل التكيف تحوات الأطراف الأمامية إلى مجاديف يبقى عندنا الأطراف الأمامية في الحوت وكلب البحر والدلفن تحولت إلى مجديف علل لتساعدها على العوم بعد كده عندنا الخفاش تحورت الأطراف الأمامية إلى أجنحة يبقى الخفاش الأطراف الأمامية تحورت إلى أجنحة لتساعده على الطيران يبقى علل لتساعده على الطيران بعد كده عندنا الحصان تحورت الأطراف الأمامية إلى أرجل علل لتساعده على الجريب يبقى الحصان الأطراف الأمامية في الحصان تحورت إلى أرجل ليه؟ لتساعده على الجريب القروض تحورت الأطراف الأمامية إلى أزرع طويلة علل لتساعدها على التسلق والتقاط الأشياء القروض الأطراف الأمامية تحورت إلى أزرع طويلة لتساعدها على التسلق والتقاط الأشياء كل هذا اسمه تكيف تركيبة اسمه كله اسمك تكيف تركيبة يبقى عندنا التكيف التركيبة في الحوت وكلب البحر والخفاش والحصان والقروض تكيف تركيبة ثانيا التكيف وطبيعة الغزاء التكيف وتنوع الغزاء في الطيور يبقى أول حاجة نخضوها هي التكيف وتنوع الغزاء فين في الطيور تتحور أو تختلف أشكال المنقير والأرجل في الطيور يبقى أشكال المنقير والأرجل في الطيور تحورت علل قال لك لتتلاءم مع نوع الغذاء وظروف البيئة المحيطة بها لتتلاءم مع نوع الغذاء وظروف البيئة المحيطة بها فهنا يقول لك تصنيف الطيور حسب نوع الغذاء أول حاجة عندنا الطيور التي تتغزى على اللحوم للطيور الجارحة مثل الصقر والنسر أول حاجة الطيور التي تتغزى على اللحوم التي نسموها الطيور الجارحة مثال لها الصقر والنسر هنا عندنا المنقير المنقير بتاعتها قوية حادة معقوفة النسر والسقر هتلاقي المنقار بتاعه قوي حادة معقوف قال لك لكي تتمكن من تمزيق لحم الفريسة طيور التي تتغزى على اللحوم هتلاقي المنقير بتاعتها قوية حادة معقوفة لكي تتمكن من تمزيق لحم الفريسة طيب الأرجل لديها أربع أصابع تنتهي بمخالب حادة وقوية ثلاث أصابع أمامية وإصبع خلفها قبيل الإنسناء أعلت قال لك لإحكام القبض على الفريسة يبقى طيور الجرحة لديها في أرجلها أربع أصابع تنتهي بمخالب حادة وقوية الأربع دولة فيه ثلاث أصابع أمامية وإصبع خلفية ودولة قابلة للإنسناء فقال لك علل لإحكام القبض على الفريسة طيب بعد كده عندنا الطيور التي تتغزى على الديدان والقواقع في المياه الطحلة الطيور التي تتغزى على الديدان والقواقع في المياه الطحلة مثال أبو القردان والهدهد أول حي المناقير بتعطها طويلة رفيعة يبقى المناقير طويلة رفيعة العلل قال لك لتساعدها على التقاط الديدان والقواقع من المياه الطحلة لتساعدها على التقاط الديدان والقواقع من مياه الطحلة طيب الأرجل الأرجل طويلة رفيعة تنتهي بأصابع دقيقة يبقى أرجلها طويلة رفيعة تنتهي بأصابع دقيقة علن لتساعدها على المشي في المياه الطحلة لتساعدها على المشي في المياه الطحلة بعد كده عندنا الطيور التي تتغزى على الطحالب والأسماك الطيور التي تتغزى على الطحالب والأسماك مثل البط والإوز دي المنقير بتعيدها عريضة مسننة من الأجناب عريضة مسننة من الأجناب دي المنقير علل لتساعد على ترشيح الطعام من الماء لتساعد عليه ترشيح الطعام من الماء الأرجل مكففة الأصابع يبقى أرجل الطيورة غزة الطحالب والأسماك مكففة الأصابع. ليه؟ قال لك لتساعدها على العوم في الماء يبقى علم لتساعدها على العوم في الماء. وده برضو اسمه تكيف تركيبي. بين نوع التكيف تكيف تركيبي التكيف في النباتات المفترسة بعض النباتات لا تستطيع جزرها امتصاص المواد النيتروجينية من الطربة اللازمة لتكوين المواد البروتينية لذا تحورت أجزاء من الأوراق هذه النباتات لتساعد على افتراص الحشرات تعرف هذه النباتات بالنباتات المفترسة اللي هي آكلة الحشرات يبقى عندنا في بعض النباتات لا تستطيع جزرها امتصاص المواد النيتروجينية من الطربة المواد النيتروجينية دي لازمة لتكوين المواد البروتينية طب حصل إيه فيها؟ قال لك تحورت أجزاء من أوراق هذه النباتات لتساعدها على افتراص الحشرات تعرف هذه النباتات بالنباتات المفترسة أو آكلة الحشرات يبقى النباتات المفترسة آكلة الحشرات تعرفها نباتات خضراء ذاتية التغذية أمثلا الجزرها فتحصل عليها نباتات المفترسة أو آكلة الحشرات نباتات خضراء ذاتية التغذية لا تستطيع امتصاص المواد النيتروجينية اللازمة لبناء البروتينات من الطربة فتحصل عليها من أجزاء الحشرات أمثلا للنباتات المفترسة آكلة الحشرات عندنا نبات الدايونية ونبات الدوريسيرة ونبات حمول الماء يبقى أمثلا للنباتات المفترسة أو آكلة الحشرات نبات الدايونية نبات الدوريسيرة نبات حمول الماء فهنا أقول لك علل النباتات المفترسة آكلة الحشرات ذاتية التغذية لأنها تصنع غزائها اللي هو المواد الكربوهايدراتية بنفسها عن طريق القيام بعملية البناء الضوء يقول لك علي للنباتات المفترسة اكيد الحشرات ذاتية التغذية لانها تصنع غزائها اللي هو المواد الكربوهايدراتية بنفسها عن طريق القيام بعملية البناء الضوء ده برقم اثنين تلجأ بعض النباتات لفتراس الحشرات قال لك لامتصاص المواد النيتروجينية اللازمة لبناء المواد البروتينية التي تحتاج إليها لامتصاص المواد النيتروجينية اللازمة لبناء المواد البروتينية التي تحتاج إليها وبكذا يكونوا صنع معكم نهاية الدرس النهاردة أرجوكم يستفدتم معنا الدرس القادم سوف نستكمل شرح باقية الدرس نشرح التكيف وبيئة المعيشة فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم وآحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة